عقيل عميش المطيري البالغ من العمر 41 عاما احد اثنين قتلا في المواجهات الامنية في السعودية قصة عقيل المطيري مع الارهاب ليست حديثة التغير في مساره تمثل في انتقاله من القاعدة الى داعش مطلع عام 2009 ظهر اسمه على قائمة المطلوبين ال85 كان وقتها في العراق وبعد نحو عام من تاريخ الاعلان بادر الى تسليم نفسه وتمكنت السلطات السعودية من استعادته ليسجن ثلاثة اعوام لم يمضي طويلا منذ اطلاق سراحه حتى عاد الى التنظيمات الارهابية متسللا الى اليمن ليعود الى السعودية متسللا ايضا ومنتحلا شخصية يمنية ببطاقة تنقل مزورة وكانت السلطات الامنية اعتنت بالامطيري فور استعادته من العراق عندما مكنته من البقاء مع اسرته في مدينة البكيرية لبعض الوقت قبل دخوله السجن وساعدته ماديا لتسهيل عملية دمجه بالمجتمع وبداية حياة جديدة غير انه اختار العودة الى الارهاب مجددا اشتركوا في القناة